أزمة الطاقة نحن فيها اليوم وأسعار النفط منا جاية هي بس من موضوع الحرب القائمة اليوم ما بين روسيا وأوكرانيا هي جاية من السياسات السابقة يلي كانت عم تمنع أو إذا بدك عم بتحث الشركات وعم بتحث إذا بدك المنظومة المالية العالمية لعدم تمويل المشاريع يلي هي بقطاعات الطاقة التقليدية مع أنه لازم أنه ننزل طبعا إنبعاسات الكربون فيها فنحن اليوم بمرحلة من متل ما بيقولوا التحول أو ترانزيشن لازم أننا نأمن الطاقة بالطريقة الصحيحة بالتكلف الصحيح وبنفس الوقت نشتغل على التحول إلى الطاقة النظيفية اللي هي بده وقت بس كمان ما حدا عم بيحكي عن تكلفة هذا التحول اليوم تكلفة هذا التحول لن تقول أقل من 3 إلى 3.5 تريليون دولار سنويا في السنوات الجاية يعني تمويل عملية التحول من الطاقة الحالية إلى ما يسمى الطاقة النظيفة سوف يكلف العالم 3 إلى 3.5 تريليون دولار سنويا